بداية تستأنف محكمة سيد محمد اليوم محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضايا فساد والتي يتورط فيها كل من أحمد ويحيا وعبد المالك سلال ومجموعة من الوزراء السابقين منهم عمار غول بجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان هذا وقد تم توقيف المحاكمة الأحد بسبب وفاة المحام العيفة ويحيا شقيق أحمد ويحيا اشتركوا في القناة